يعطيكم العافية يا سبايا وكيف حالكم اهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع ام احمد فيديو اليوم ان شاء الله رح نعمل فيه سينابون رول رح نعمله بطريقة كثير بسيطة وسهلة والريحة والطعم اكثر من شهي ورائع خلينا نشوف مع بعض كيف طريقة التحضير لو ما كان عندك عجانة ممكن يزبط العجينة معك بكل بساطة انا اليوم رح اعمل العجينة بالعجانة عشان السرعة خلينا نتعرف في البداية على المقادير عندي بالكوب المعياري ثلاث اكواب ونص من لطحين متعدد الاستعمالات الافضل انه يكون منخول بنخلق بوعاء حتى نضيف عليه بعض المكونات الجافة اللي بدنا نضيفها هلا اذا ثلاث اكواب ونص بالكوب المعياري يعني بما يعادل 500 جرام طحين عليهم ملعقتين سكر ملعقتين حليب بودر ملعقة كبيرة خميرة وملعقة فانيلا او دارف فانيلا لاحظوا هون كل الجافات بقلبهم مع بعض كتير منيح وراح اضيفهم هلا بصحن العبجانة حتى اعجنهم عليها برجع اقلبهم كمان مرة وبعمل زي حفرة صغيرة رح اضيف عليها بيضة كاملة وصفار البيضة التانية يعني البيضة تكون بحرارة المطبخ حجمها متوسط بضيف بيضة وصفار البيضة بالنسبة للزبدة حطوا هون ثلاثة ارباع العبوة الوحدة يعني تقريبا بما يعادل سبعين جرام بتكون بحرارة المطبخ برضو بقلبهم على السرعة البطيئة وبعدين على السرعة السريعة اذا حسيتي انه قوامها كثير طري لسه ماسكة بيدك بعد ما ترفعيها ممكن تضيفي عليها رشة بسيطة من لطحين لحتى ما تمسك العجينة حالها هلا انا هون العجينة طلعت بتزد زي ما انتوا شايفين شوفوا هالقوامة احلى حتى يعني ليش بحكي لكم بالعجانة كثير بحسها يعني بتعطي نعومة للعجينة بصورة سريعة وشوفوا كيف تلعت جاهزة ولا مسحة زيت ولا اشي لانه الزبدة اللي يعني فيها كافية هلا بغطيها بالنيلون الغذائي وبغطيها بفوتة مطبخ وبتركها لحتى ما تخمر خلينا نحضر الحشوة بالنسبة للحشوة زي ما انتوا شايفين عندي السكر البني رح احط كوب رح احط لكم رابط السكر البني عملنا احنا في البيت عملنا كمية كثير كبيرة يومها وريحتها ما شاء الله وزي ما انتوا شايفين لسه مرملة وطرية بضيف عليها ملعقتين كبار من القرفة وملعقتين من الكاكاو البودر الغير محلة الخام بحاول اقلبهم مع بعض لحتى ما يعطوني رمل خشن افردوا على العجينة طبعا هذا مفروض يكون مجهز بشكل مسبق بحاول اقلب حبيبات السكر البني بكل الخليط لحتى ما تتشرب وتصير جافة وهلأ لاحظوا كيف صارت شكل الحبيبات هلأ في عنا السوس الابيض والسوس الكراميل هلأ رح نحضر السوس الابيض بهاي الطريقة في عدة طرق لتحضر السوس الابيض فيها انا هون حطيت علبة قشطة وتقريبا ربع علبة حليب مكثف وكوب كريمة سائلة هاي هي المكونات الحليب المكثف طبعا بعطي سماكة للكريمة وبيحلي عندي السوس لانه بتعرفوا انه كثير حلو والقشطة بتعطيه النكهة الدسمة وهيك صارت جاهزة خلينا نحكي عن السوس الكراميل هو عبارة عن كوب من السكر بحطه على نار متوسطة بستنى لا يضوب تماما حبيبات السكر وحاولوا انه النار تكون خفيفة لحتى يضل اللون اللي انتوا شايفينه على صفار مائل الى الاشقر ما بدنا يصير لونه داكن لانه رح يعطي ريحة مش حلوة انه انشعت هلأ ببلش اضيف عليها ثلاث مكاعبات من الزبدة واختاروا هون زبدة اللورباك هي اطيب زبدة بتكون مع سوس التوفي هلأ بعد ما ذابت الزبدة تماما اتلاشت نهائيا هون بضيف عليهم نص علبة من القشطة يعني ما يعادل ثلاث ملاعق بحاول اقلبهم كثير منيح على نار برضو متوسطة لا منخفضة جدا ولا اشوف الخليط الجانس وذابة القشطة تماما بطفي وبسكبها في وعاء مباشرة حتى احفظ شكلها وما تلتسق لانه اذا بردت رح تلتسق بهذا الاناء هيك طلعت معنا جاهزة بعد 40 دقيقة شوفوا العجينة كيف طالعة معانا ما شاء الله منتفخة شوفوا الخمورة اللي فيها انا هون رح اقطعها لقطعتين وبكل مرة رح اعمل فيها رول بنحط رشة بسيطة من الطحين وبنبلش نفرد العجينة حاولوا تفردوها بشكل مستطيل حتى تسهل علينا عملية التشكيل ما شاء الله العجينة كثير بتجنن وروعة ورحتها عن جد كثير مميزة لانه الزبدة نوعيتها كثير مرتبة معطي نكهة مميزة للعجينة وطراوة شوفوا ما اجملها هلا هون بكون مدوبة تقريبا خمسين جرام من الزبدة او تاركتهم انا برا التلاج لحد ما تدوب تماما وبدهن فيها سطح العجينة اللي انا فردتها وهون ببلش اوزع عليها الخليط اللي حضرناه طبعا بوزعه بالتساوي لا اعطي طبقة منيحة وهون خلوا الكمية اللي بتحطوها منيحة يعني حتى على الاطراف حتى على الوسط ركزوا عليها منيح بعد هيك بفردها بالشوبك حتى ما تعطيني قوام ماسك تماما يعني ما تتحرك بالعجينة ورس العجينة منيح هلا صنيت الخبز هون حطوا فيها ورقة زبدة الافضل طبعا للخباز بثبتها وابلش اقطع القطع زي ما انا بدي لاحظوا هون توزيع السكر في القطع شايفين كيف؟ ما شاء الله حاولوا تخلوهم ابعاد عن بعاد لانه هي بعد ما ترتاح هلا احنا رح نتركها ترتاح تقريبا لنص ساعة لنشوف كيف رح يصير حجمها معنا يتضاعف هلا القطعة الثانية شوفوا برضو وزعت عليها كمية كثير منيحة من السكر البني والخليط حتى على الاطراف حطوا حتى على الزوايا حطوا لانه كل قطعة رح يعني يكون فيها نكهة مميزة من الخليط اللي هو كثير بعطي نكهة للسينابون في هاي الوصفة هلا بنبلش نلفها بشكل اسطواني ونضغط عليها حتى تتماسك تماما تعطينا شكل اسطواني زي ما انتو شايفين صارت ماسكة معانا وشكلها مرتب بنقطعها في الاول شي لو الطرف اللي بالاخر وبعدين بنحركها بس بشكل بسيط حتى نشوف كيف شكلها رح يكون طبعا انتو القطع اعملوها زي ما بتحبوا او سميكة او رقيقة طبعا هي لانها رح تنفش بتشوفوك حجمها كثير رح يضاعف يعني ما يغركم انها صغيرة بس هي عن جد رح يضاعف حجمها زي ما انتو شايفين منتركها مغطية تقريبا اربعين دقيقة شوفو كيف الحجم صار وما تنسوا انها في الفرن برضو رح تنفش كمان اثناء الحرارة والخبز هلا الفرن بنكون محمينه على درجة حرارة مية وتمانين درجة بنحطها من الاسفل للشبك وبنستنى عليها لتبلش تظهر عندنا الريحة والاطراف تكون احمارات درجة بسيطة يعني ما تستنوا عليها فترة طويلة لانه ممكن يعني التوقع اللي تحت تطلع كثير منقرمشة واحنا ما بدنا منيها طرية هلا بالنسبة للسوس الابيض باديره بكيس الكريمة والسوس الكراميل كمان لانه احنا بنعمل على شكل خطوط حتى تتوزع بشكل افضل على كل السينابون اللي رح يطلع معنا هلا هون انا ممكن ازينها بالجوز بيكان وهيك طلع معنا شكلها زي ما انتوا شايفين من الاسفل ومن الاعلى نفس درجة اللون ما شاء الله رحيتها كثير معبية المطبخ بتجنن هلا بتركها مغطى يبفوتت المطبخ تقريبا خمس دقائق قبل ما ابلش اوزع عليها السوس حتى ترتاح من حرارة الخبز وهون ببلش اوزع عليها السوس الابيض حاولوا انه تحطوا كمية منيحة بعدين بنوزع سوس التوفي اللي عملناها اللي بلون الكراميل شوفوا كيف ما احلى هالالوان نشاء الله عن جد رحتها وطعمها ونكهتها كثير مميزة استنى عليها لتبرد تتقدم باردة بتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم استفدتوا من هالفكرة اعملوها واحكولي شو رأيكم فيها وصحها والف عافية اذا كنتوا ضيوف جداد ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس شكرا على حسن المتابعة واهلا وسهلا فيكم